تسلم جلالة ملك ماليزيا السلطان إبراهيم بن المرحوم سلطان اسكندر أوراق اعتمادي سعادة الدكتور وليد خليفة المانع سفيرا لمملكة البحرين لدى مملكة ماليزيا الشقيقة جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم في القصر الملكي إستانا نيجارا بالعاصمة كولان لنفور ونقل سعادة السفير وليد خليفة المانع إلى جلالة ملك ماليزيا تحيات حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياتهما لجلالة الملك بدوام الصحة والعافية ولماليزيا الشقيقة المزيدة من النماء والازدهار مؤكدا أهمية الدعم وتعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة والدفع بها لمستويات أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين وقد كلف جلالة ملك ماليزيا سعادة السفير بنقل تحياته إلى جلالة الملك المعظم وسمو للعهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لمملكة البحرين بمزيد من التطور والرخاء مهنئا السفير بمناسبة تعيينه ومتمنيا له التوفيق والنجاح في إنجاز مهام عمله الدبلوماسي لدعم وتعزيز العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين وماليزيا على جميع الأسعدة